أشهد وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين بعلاقات الصداقة التاريخية بين مصر وفيتنام وما تشهده من طفرة إيجابية مؤكدا على أهمية التعاون السياسي بين البلدين واستمرار تبادل الدعم والمساندة إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية الذي أعرب عن عميق اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء وتلك الزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني المرافق له إلى مصر مؤكدا ضرورة ثقل العلاقات المصرية الفيتنامية على كافة الأصعدة